فعلا قسما بالله اليوم ده كنت بتمنى شكرا سيادة الرئيس شكرا لقواتنا المسلحة المصرية وعلى رأسهم سيادة الفريق صدقي وشكرا لشرطتنا المصرية اللي انا والدة شهيد ينتمي الى الشرطة المصرية شكرا وعلى رأسهم جميع قيادتنا وعلى رأسهم وزير الداخلية السيد مجدي عبدالغفار شكرا لكم جميعا انا لقبوني باسم ام البطل لا انا لست ام البطل الوحيد انا ام احد الابطال فجميع شهدائنا من القوات المسلحة وجميع شهدائنا من الشرطة هم ابطال انا واحدة ام ام بطل من هؤلاء الابطال سيادة الرئيس انا لست فقط ام الشهيد الرائد محمد علي عبدالعزيز زين الدين فقد انعم علي ربنا بان اكون والدة زابط نقيب بساعة جوي كوات مسلحة عمر علي عبدالعزيز زين الدين وانعم علي ربنا برضو باني مزالي ابن في الشرطة هو النقيب اسامة علي عبدالعزيز زين الدين فانا سيادة الرئيس حس باني نعم ربنا علي كتير ان اولادي تركوا كلية الهندسة منهم من نجح في السنة الاولى في كلية الهندسة واتجهوا الى كلية الشرطة وكليات العسكرية فخر كلية والولده الله يرحمه والاسرته والعائلته كلها فخر عائلة زين الدين بان اكون انا ليا من الاولاد ثلاث زباط منهم في الشرطة ومنهم في القوات المسلحة سيادة الرئيس انا بوجه كلمة لولادنا من الشباب في الشعب المصري انت تعرف يعني ايه حياة زابط شرطة او قوات مسلحة ده زابط اتخرج بعد سنوية طالب اتخرج بعد سنوية عامة اتقدم لكلية الشرطة واتقدم ليه كليات العسكرية ربنا قرمه ولكن كليات كلها نظام كلها شدة كلها قوة كلها سرامة قعد اربع سنين الزابط او خمس سنين في بعض زي ما موجود في بعض الكوات المسلحة كلات الكوات المسلحة زي ابني زابط مهندس دفاع جوي كلها حياة نظامية شقة حتى بعد ما اتخرج برا الحياة كلمتك تبقى بحساد وقفتك تبقى بحساد معاملتك مع الناس تبقى بحساد ورغما عن كده بقول للي قتل اولادنا استقسرتم الحياة على ولادنا قتلتوهم ورغما عن كده هم وهبونكم الحياة هم وهبونكم الامن والامان اللي انتو عايشين فيه دلوقتي ولادنا ولادنا عمرهم ما كانوا غدرين او بدقوا بالغدر لا والله انتو عايشين في وسطينا وفي امن وامان ولادنا بيديعوا عشان انتو تعيشوا وعشان بقيت الشباب وعشان شعب مصر كله يعيش فقدنا قيمة كبيرة قوي اليومين دول قيمة الامن والامان اللي احنا عايشين فيه اوعوا تنسوا حطوا كده قدامكم سنة 2011 و2012 لما جبنا ابوال حديد وقفلنا على بيوتنا اوعوا تنسوا بالوقتي احنا بنخرج في الفجر بنخرج بالليل بنخرج البنت بتخرج الام بتخرج الشاب بيخرج الولد بيخرج في امن وامان اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا انتو دلوقتي في امان وتلهيكم لقمة العيش والله والله لو توفر لنا ملايين الدنيا وكاننا اشهل اكل وما لقناش الامن والامان مش هيبقى لي طعم فبقنا اربطوا اوعوا كلمة الغلاء تنسيكم الامن والامان اللي انتو عايشين فيه تم احنا الحمد لله البلد الوحيدة اللي مفيش حد بيموء بيمان فيها جعان هي مصر البلد الوحيدة اللي تعتبر وطن لجميع الدول العربية هي مصر كل الدول شفنا اللي حصل فيها ملقاتش دولة استقبلتهم وعاشوا زي محتضنتهم مصر تفتكروا لو مصر راحت مننا والله ما هنلاقي وطن قسما بالله ما هنلاقي وطن قسما بالله ما هنلاقي حد يستقبلنا اوعوا تضيعوا دم ولادنا اوعوا تضيعوا دم ولادنا اوعوا تضيعوا دم ولادنا ابو سيبيكو مصر غالية خلونا لايش اللحظة ونسوا كل حاجة وخلونا مصر شكرا سيادة الرئيس شرفت قسما بالله شرفت اليوم بمقابلك سيادتك ويمكن مش لقي كلام اوصد بيه شخصية سيادتك غير ان اقول اسعفني الشيخ اللي كان قال انت نفس نورانية شكرا سيادة الرئيس كل استفاتي شكرا شكرا شكرا